قراراتك الفنية كابتن مثلا في صالح العمري مثلا صالح الآن نجم في نادي أبها أنت بالنسبة لك تخليت عنك بقرار فني ما كان قرار مالي ليش ما استثمرت في الاتفاق لأن صالح عنده رغبة جامح أنه يكون رقم واحد في الخان يعني ما كان يقبل بالمنافسة أني أتنافس مع زميلي في المركز ويكون يا إما أكون رقم واحد أو أكون رقم اثنين لذلك فضلنا أنه خلاص يكون في مكان أفضل له يكون رقم واحد وبالأكس أنا أعتقد أن هذا الشيء صح هذا علم الاحتراب العبود لما تجد نفسك أنك أنت غير قادر في تمثيل في أي أن كان الفريق وتروح تكون رقم واحد أي أن كان الفريق الآخر وتقدم نفسك بشكل مميز أنا أعتقد العبود طيب كبتن العبود طبعا العبود قصتها مختلفة العبود عندها خلفية سابقة مع الإدارة من المواصم اللي قبل ما أنا أجي ما كان في بداية تواجدنا في الفريق ما كان متواجد أصلا في بداية الإعداد اللي عرفت أنه فيه مفواضات مع الاتحاد السابقة وأنه متفق وأنه خلاص يعني متفقين لإدارتين أن العبود تريس كل هذا يسمع لا فواز التريس لا حتى أنا يعني توصلت مع أول يامرة أو شيء هما فواز عند الرغبة أنه ينتقل وكان لي أنا أعرف أن النادي قدم لا لكن ما قدم الأرض اللي يعتقد أن فواز هو مناسب بالنسبة له وإدارة النادي تعتقد أن هذا أرض مناسب بالنسبة لفواز لكن أنا فواز كنت أبغى يستمر ما طلبت يعني لأنه كان يحل لك مشكلة في الفريق أبغى يستمر لكن النادي برضو أنا أحترم قلت لي كان من البداية أحترم السياسة المالية لأي نادي لما يجي يقول لك أنا أقدر أقدم العرض الفلاني للمبلغ وقدره للعب الفلاني مثلا واللاعب هي عرضه طلب اللعب دخل الستة شهور من المستحيل أنه ما يقبل في عرض النادي مثلا والنادي ينتظر إلى نهاية الفترة وبعدين ينتقل مجانا الاحترام هذا ممكن يفسر أحد ثاني أنه وهو يسمعك الحين يقول والله مثلا أبو فهد ما يبغى مع خالد الدبل أبو عبد الله يكون بينهم تقاطعات كثير وبعدين يفقد المنصب لا لو واحد ثاني بيدافع ولا يقولهم بمشي أكثر صدقني أكثر شخص اختلفت معه مهندس خالد الدبل في مصرحة العمل لكن لما تكون الرؤية واضحة بالنسبة لك أنت المالية بالنسبة لهم هذه مقدرتنا أنت مستحيل أنك تجبرهم على هذا الشيء مستحيل هي عرضه طلب اللاعب إدارة النادي قدمت العرض لللاعب النادي يفضل الانتقال هذا ببساطة لكن فنيا كنت أطمح أن فوازي يكون موجود معي وتكلمت معه وتكلمت معه والده وموجدين يسمعوني جلهم حق الرد